ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نكمل بقى اخبارنا يعني خبر في مصلحة منتقب مصر جدا الحقيقة منتقب اسيوبيا وسيريليون بيقدمونا هدية جديدة جدا يعني الاتنين انتهى المتش بينهم يوم الاربع البارح في افتتاح مباراة المنتخبين بالمجمع الاولى للتصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم 2026 المقرر طبعا نقامتها في الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك وكندا انتهت المباراة بالتعادل واخفق المنتخبين في هز الشبك على مدار شوطاي المباراة الاتنين فشلوا في ترجمة الفرص اللي جات لهم يعني مباراة هدية لمنتخب مصر حصل كل منهم على نقطة واحدة في مباراة مشوار بمجموعة وتضم المجموعة دي طبعا منتخب مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وجيبوتي وهيلتقي منتخب مصر مع سيريليون في الجولة المقبلة يوم الحد المقبل في حين يلعب منتخب اتيوبيا مع ضيفه منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثة المقبل هدية أتمنى مستخب مصر يستغل عندنا ورشين كويسين قوي في البداية يعني احنا هوة الشوط الأولاني بينتهي 2-0 مع جيبوتي وان شاء الله ما تشسر اليوم كمان نستغل الفرصة ان احنا بنبدأ بالفرئتين دولار ونتصدر المجموعة